موسيقى مشاهدين الكرام معينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرياضي نبض الملعب. في هذه الحلقة سوف يكون هناك موضوعان رئيسيان إن شاء الله سوف نتحدث عنهما طبعا الموضوع الأول بطولة دوري الوطنية للمحترفين وأيضا بطول أو أندية محصنة من الفساد. لكن سوف نتابع ذلك بعد نشرة الأخبار والزميلة ميرنا العابد. نتابع. عشق الرياضة في فلسطين أهلا بكم إلى النشرة الرياضية نبدأها بأبرز العنوين شباب الخليل يسقط في فخ السموع بهدف وحيد. والخدر يقلص الفرقة بالفوز على الأمعار لجنة الرقبة الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الرياضة الفلسطينية تعقد اجتماعها الثاني في أريحة برشلونة بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة ولجنة القيم في الفيفا توقف بلاتر وبلاتيني عن ممارسة نشاطاتهما أهلا بكم إلى التفاصيل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دور الوطنية موبايل سقط المتصدر شباب الخليل بفخ الخسارة أمام مضيفه شباب السموع بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الحسين بن علي في الخليل. وأحرز المخدر الفادلة في هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والستين وعلى أرضه وبين جماهيره قلص شباب الخضر الفارقة مع المتصدر بعد فوزه الثمين على مضيفه الأمعري بهدفين نظفين سجلهما لؤاب كيال ومحمد مرعب في الدقائق الرابعة والخمسين والسادسة والستين على التوالي وفي لقاء آخر لحساب المرحلة ذاتها حقق واد النس فوزا غاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب نظيره أهل الخليل أبناء الواد حققوا أهدافهم عبر المتألقين جهاد أبو حمد وأمجد أبو حمد فيما أحرز محمود وادي وخلدون الحلمان أهداف الأهلي أما في باقي النتائج فقد عاد ثقافة الكرم لنغمة الانتصارات بتغلبه على هلال القدس بهدف نظيف فيما واصلت ظهرية سلسة نتائجه المخيبة وتعادل مع مضيفه شباب دورة بهدفين لمثلهما في حين انتهى لقاء سلوان مع مركز بلاطة بالتعادل دون أهداف ترجمة نانسي قنقر هذا وتتجه الأنظار يوم السبت المقبل لمباراة القمة بين شباب الخليل وضيفه مركز بلاطة حيث يسعى العميد للتجاوز أخفاقه في الجولة الماضية وتحقيق الفوز ليتوج بطلا للشتاء من جهته يصدف ثقافة الكرم ثالث الترتيب منافسه شباب الظاهرية الرابع في لقاء هام يطمح به العنابي لتأكيد صحوته التي سجلها على حساب هلال القدس فيما سيحاول غزلان الجنوب تحقيق الفوز والخروج من سلسلة النتائج المتراجعة التي لازمتهم مؤخرا ونتابع وإياكم جدول مبالية الأسبوع القادم في دور المحترفين عقدت لجنة الرقابة الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية اتجاه الرياضة الفلسطينية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم الأربعاء الماضي عقدت اجتماعها الثاني في فندق الانتركونتينلتل بمدينة أريحة مع الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم الاجتماع الذي استمر لمدة أربع ساعات جاء برئاسة الجنوب إفريقي توكيو سكسويل ورئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل رجوب ورئيس الاتحاد اللعبة الإسرائيلي عوفر عيني إضافة إلى حضور مراقب عن الاتحاد الأسيوي والاتحادات الوطنية بالفيفا هذا ونقش الاجتماع العديد من القضايا ومن أهمها السياسات العنصرية الإسرائيلية اتجاه الرياضة والرياضيين الفلسطينيين فيما أعرب سكسويل عن أمله في تحقيق تقدم ملموس من الطرفين بشأن حل القضايا العالقة بينهما أعتقد أن الجميع سيتفهم جدية التحديات التي تواجهنا والمطالب الملحة التي نتعابل معها بسبب موعد كونغرس الفيفا القادم في المكسيك وأعتقد أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد لأننا بحاجة لحل هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة إلى ملاعب الكرة البرتقالية وضمن منافسة مجموعة الجنوب من كأس جوال كرة السلة تفوق إبداع لدهيش على نظيره دولسال القدس بواقع 75 نقطة مقابل 70 وبهذه النتيجة تصدر إبداع لدهيش المجموعة بانتظار لقاء مجموعة الوسط والشمال والتي من المقرر أن تجمع بين فريقي بيرزيت وأرثذوكس رامالله وسرية رامالله معرامين أما في المحافظة الجنوبية فقد أقيمت في مدينة غزة بطولة كرة السلة لذوي الإحتاجات الخاصة من أصحاب الكرس المتحركة وذلك برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمشاركة ثماني فرق محلية توج فريق الإهلال الأحمر بغزة بلقب بطولة الكرس المتحركة لكرة السلة لذوي الإحتياجات الخاصة التي نظمها الصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة بحضور ومشاركة عدد من المؤسسات ذات الصلة وبحضور ممثل الصليب الأحمر الدولي ماما دوسو وقد شارك في البطولة ثمانية فرق مثلت أنديات السلام والهلال الأحمر والصداقة والجزيرة والإرادة والبسمة وجمعية المعارض حركيا والأصدقاء تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع ذوي الإعاقة جاءت من خلال مركز الأطراف الصناعية الذي بدأنا بدعمه منذ العام 2007 نتيجة للظروف التي تمر بها غزة وللحروب الأخيرة التي مرت بها غزة والتي خلفت الكثير من الإصابات ومن من فقدوا أطرافهم شكر خاص للصليب الأحمر لرعايته لهذه البطولة واهتمامه في شريح الذوي الإعاقة طبعا الفوز غالي وثمين بيعني لكل اللاعبين سواء من ذوي الإعاقة أو دون الإعاقة شيء غالي الكل بيحب يكون ناجح هؤلاء الشباب المصابين حدثين الإصابة بعد الحرب الأخيرة برهنوا للمجتمع والعالم أجمع أن داخلهم طاقات وإمكانيات الإعاقة ليست نهاية الدنيا بل كانت بداية بوابة الإنجاز والإبداع وفي الشوط الثاني قدم فريق السلام شوطا أفضل من سابقه وقلص الفارق في أكثر من مناسبة بفضل تحركات نجم السلام رجب السنداء ومحمد السابع وعلي جبريل حتى وصلت النتيجة إلى 11-15 لكن خبرة تكتيك فريق الهلال حسمت اللقاء بنتيجة 26-16 وتوجى باللقب وفي نهاية البطولة وزعت الدروع والهدايا على الفرق المشاركة وحصل فريق الهلال على الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني فيما حصل فريق الهلال الأحمر على كأس البطولة والميداليات الذهبية وسط فرحة كبيرة غمرت قلوب ووجدان دول احتياجات الخاصة لم يكن دمج رياضات دول احتياجات الخاصة في الدورات الأولمبية الدولية في الزمان والمكان سوى خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل إنصاب هذه الفئة ودمجها في المجتمع وصالت الشهيد ساعد صايل إياد الرئيس تلفزيون في الأصلي نظم اتحاد السباحة ورياضات المائية يوم السبت المنقض حفلا تكريميا لتخريج دورتي التحكيم والتدريب الدوليتين وذلك في أكاديمية جزيف بلتر بالبيرة وقد بلغ عدد المشاركين في الدورتين ثمانين مشاركا حيث أشرف على دورة المدربين المحاضر الدولي الجزائري عبد الكريم سعيود أما دورة التحكيم فتولى الإشراف عليها الدولي الكويتي سالم الحساوي وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة ألفين على المشاركين في مقره بضحية الرام شمالي القدس المحتلة افتتح اتحاد كرة القدم فعالية دورة التسجيل اللاعبين الخاصة بالأندية بمشاركة أربعين شخصا يمثلون أربعة وعشرين ناديا من مختلف محافظات الوطن الدورة عقدناها اليوم لإطلاع الأندية في درجتين المحترفين والدرجة الأولى على آخر التطورات فيما يتعلق بالنظام انتقالات اللاعبين المحترفين الذكور للعمل على السيستم الدولي جزء من آلية الاحتراف هذا السيستم كثير كثير كويس بسهل على الأندية عملية تنقل اللاعبين دوليا الآن توج برشلونة بلقب بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه ريفل بليت الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون مقابل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف الأول للبرسة فيما أضف زميله الإرقوياني لويس سويريز الهدف الثاني والثالث وبهذا الفوز حقق برشلونة إنجازا تاريخيا جديدا بعدما أصبح الفريق الأكثر تتويجا في هذه البطولة بثلاثة ألقاب منهيا عام 2015 بخمسة ألقاب في جميع البطولات التي شارك فيها أعلن نادد شلسي رسميا عن تعاقده مع المدرب الهولندي جوس هدينج لتولي دفة القيادة الفنية للفريق مؤقتا وذلك خلفا للبرتغالي جوزي مورينيو الذي أقيل الخميس الماضي من منصبه بعد سلسلة النتائج الكارثية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي هدينج استهل مشواره الجديد مع البلوز على أفضل وجه بعدما أعاد فريقه لسكة الانتصارات مجددا إثر الفوز على سندرلان بثلاثة أهداف لهدف في المرحلة السابعة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز فوز رفع رصيد تشلسي إلى خمسة عشرة نقطة في المركز الخامس عشر وكانت تشلسي قد تلقى تسعة خسائر من ستة عشر مباراة خضها مع مورينيو هذا الموسم وضعته ضمن فرق المؤخرة على سلم الترتيب وتعد هذه أسوأ فترة تدريبية في تاريخ سبيشال وان بالرغم من تتويجه بلقب البريمر ليغ الموسم الماضي أعلنت لجنة القيام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الأثنين عن إيقاف سويس ريز جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي لللعبة الفرنسي ميشير بلاتيني لمدة ثمانية أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم وأوضحت لجنة القيام أن هذه العقوبات جاءت عقب قضية دفع غير شرعي عام 2011 بلغت مليوني دولار من بلاتر إلى بلاتيني بعد عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين أعوام تسعة وتسعين والفين واثنين بدورهما نفى كل من بلاتر وبلاتيني ارتكاب أية مخالفات حيث أعلن السويسري عن عزمه استئنف عقوبة الإيقاف بحقه حقق المنتخب الكويتي فوزا كبيرا على حساب منتخب نجوم العالم بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاح استاذ جابر الدولي بالعاصمة الكويتية منتخب نجوم العالم شارك في اللقاء الودي بكتيبة من النجوم على رأسهم ديفيد بيكهام ولويس فيغو واليساندرو ديالبييرو ومحمد أبو تريكا في ممثل الكويت عدد من النجوم المحليين يقودهم بدر المطوع وفهد العنيزي وسجل لمنتخب نجوم العالم كلهم من لويس فيغو وروبيرت بيريز من صناعة المتألق بيكهام بينما جاءت أهداف نجوم الكويت عن طريق فهد الهاجري وبدر المطوع وفهد العنيزي ويوسف ناصر في نهاية النشر هذا تذكير بأبرز العنوين شباب الخلي يسقط في فخ السموع بهدف وحيد والخضر يقلص الفرقة بالفوز على الأمعار لجنة الرقبة الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الرياضة الفلسطينية تعقد اجتماعها الثاني في أريحة برشلونة بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة ولجنة القيم في الفيفا توقف بلاتر وبلاتيني عن ممارسة نشاطاتهما شكرا للمتابعة وعودة للزميل محمد ترتير شكرا ميرنا مشاهدين الكرام أهلا بكم مرة أخرى وباسمكم جميعا ورحب بضيفي في هذه الحلقة هنا في الستوديو بالكابتن أيمن صندوق المدير الفني للمنتخب الوطني الشاب أهلا وسهلا بك كابتن أيمن أهلا فيك كابتن محمد وسعد نساك إلى كل جميع المشاهدين كابتن يعني عشر جولات الآن مضت من بطولة دوري الوطنية للمحترفين عشر جولات حدث ما حدث وهناك فرق متصدرة وحدثت عديد من التغييرات على مستوى جدول الترتيب العام بشكل عام الكابتن أيمن صندوقا كيف يقيم ما مضى من بطولة الدوري فبالشي بسم الله الرحمن الرحيم يعني حقيقة المرحلة العاشرة من الدوري من المفترض أن يكون هناك المستوى العام للفرق في أفضل حالاته خاصة بعد انقباء الجولة العاشرة لكن نلاحظ منذ بداية أو انطلاق الدوري المحترفين خاصة هاي السنة هناك تراجع كبير في أداء الفرق على صعيد الفن وهذا أمر طبعا مخيف للكرة الفلسطينية وتأثيره راح يكون كبير وواضح على أداء المنتخب بشكل عام خاصة أن أغلب العابين الدوري الفلسطيني هم يمثلون المنتخب الوطني فمطالب الجميع كان يعني نسخة بعد نسخة دوري المحترفين بتراجع من الناحية الفنية نحن حاليا في النسخة السادسة نعم بالجوز كانت أفضل نسخة موجودة على صعيد الفني الأداء الفني هي النسخة الأولى والنسخة الثانية وثلاثة الثالثة لكن من الرابع لحتى الآن هناك فيه تراجع في الأداء الفني بشكل عام لجميع الفرق مكمن الخلل طيب كابتن أين تكمن المشكلة يعني سبب هذا التراجع الكبير باعتقاد المشكلة يعني مرتبطة لثلاث محاور اللي هي الإدارية واللاعبين والأجهزة الفنية هذا الأمر مهم جدا أنه يتحسن اللاعبين عليهم مسئوليات الإدارات عليهم مسئوليات الأجهزة الفنية والمضراء الفنيين عليهم مسئوليات فبالتالي على أساس أنه نطور المستوى العام للدورة الوطنية للمحترفين بشكل أفضل لازم يكون فيه هناك كل واحد يتحمل مسئولياته بشكل أكثر خاصة اللاعبين يعني اللاعبين اليوم أنت كلاعب يعني بتتعامل بشكل احترافي بنظام حياتك كلها فبالتالي مفروض أو مطالب منك أنك تقدم في أغلب مبارياتك كله مستوى جيد لاحظ اليوم أنه هناك تذبذب في أداء اللاعبين طارة يعني بتلاقي اللاعب قدم مباراة كويسة اختفى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة عن المنافسة أو عن الأداء الجيد وبرجع بعد كمان ثلثة أربعة سبيع قدم مباراة فبالتالي لازم يكون العكس ممكن أنا أتحمل اللاعب أنه يؤديت أربع مباريات خمس مباريات مستوى عالي وينزل مباراة ويعاود يصعاد ممكن يكون فيه هناك أصوات كابتن ظهرت وقالك بأن المشاكل المادية هي الماديات الأندية أثرت على المستوى اللاعبين وأثرت على المستوى الفني بشكل عام كابتن الأندية أنا بتصور أنها قاعدة بتوفر قدر الإمكان للحاجيات اللاعبين خاصة من الجانب المادي يعني أندي نادي زي الشباب الخليل إمكانياته المادية عالية الظهرية إمكانياتها المادية العالية الخضر هناك إمكانياتها عالية دورها نفس الإشي. هلال الكلس برضو إمكانياته كويسة. فبالتالي يعني وين المكمن هل هي بس بدنا نعلق الأداء الفني هو بس مرتبط بالجانب المادي. أنا بتصور إنه يعني غير الجانب المادي هو جانب مهم لجميع الأندية و للعبين. أيضا الجانب الفني مطلوب. خاصة الأداء. إحنا يعني حاليا هناك في نتاعج وهناك في تنافس في الدوري. في هناك مفصول ما بين ست فرق بتنافس للمقدمة. وفيه ست فرق بتنافس على الهبوط أو للهروب من الهبوط. يعني قدر الإمكان ما نحمل بس المسألة المادية. هناك فيه تراجع في المستوى واضح. واضح واضح. والكل بقول إنه فيه هناك تراجع في المستوى. حتى الجمهور. استقرار فني أيضا لذهاب. يعني هناك العديد من التغييرات على مستوى المدربين. أغلب الأندية أقالوا مدربين. هم بتالي انعكس يعني هذه التغييرات على المستوى للفرق. أنا أتصور يعني مش بس المدرب هو بتحمل المسؤولية أو يعني هو موجود هذا النظام في كل العالم. منظومة كاملة تتحمل المسؤولية. آه كل منظومة كاملة. يعني بالتالي كتير من الأندية هاي اللي جابت اللاعبة. يعني الإدارات. مش المدرب. آخر من جابه يعني أو حضر اللي هو المدرب. فبالتالي ما بكونش مطالب بهال إنه يتحمل كافة المسؤولية المدرب. المدرب يتحمل المسؤولية إذا توفر له كافة الشروط. وهو اللي استقدم جميع اللاعبين حسب وجهة نظره وحسب أسلوبه وحسب استراتيجية. ديب له على اللاعبين؟ آه. مش إنه أنا بجيب له عشرين لاعب. وهدول أفضل اللاعبين وهدول الموجودين ويشتغل معهم. هذا نظام خطأ. وبالتالي هو بنعكس بشكل سلبي. عدا عن هيك تغيير المدربين كثير. يعني أنا أول جولة. تاني جولة. تالت جولة بغير مدرب. أول حد أربع خمس جولات تغيروا خمس مدربين. أو انتقلوا ما بين الأندية. أنا يعني سؤال كمان أنا بطرحه. يعني كمدير فني أنا مثلا انتقلت من شباب الخليل مثلا رحت على دورة. طبعا أنا في الأسبوع هذا أو اللي رحته التلات أيام والأربعة أيام. شو بدي أسولها دورة أو بدي أسولها الهلال أو بدي أسولها. يعني كل الفترة اللي معاي بتكون ثلاثة أيام تأخذ مباراة. ممكن أفوز. ممكن أخسر. ممكن أتعادل. بالتالي فوزيت بقوله المدرب كويس. فشيت بقوله المدرب تعبين. طبعا أنا مش عارف أسامي اللاعبة. في الثلاث أيام هدول. يعني أدوب ممكن بس أحفظ. عقلية الإدارة في بعض الأحيانة. العقلية الاحترافية تغيب. كابتن الأساس إحنا فيش عنا تغطيط في الإدارات. الإدارات تتحمل الجزء الأكبر. المسؤولية الكبيرة. صحيح. لما أنا بجيب المدرب أنا بعطي أهدافي. بقوله بدي واحد اثنين ثلاثة منها. شو بدي من هذا الموسم؟ بالزبط. لا فيه تغطيط ولا شيء. أغلب الفرق دخلت الدورة بقولك إحنا بدنا نثبت. هلقيت فيه ست فرق بنافسه على وين؟ على الهبوط. الست فرق هتعاود عساس تقلل أو زي ما فكرت إنها تقلل من المصروفات المادية زادت. هلقيت بدي هتزيد الدور الثاني. بدي يضطر إنه يجيب أربع خمس لاعبين أو ست لاعبين بمبالغ عالية عساس يهرب منه المرحلة هاي. طيب كابتن قبل ما نروح نشوف تقرير عن مبارية الجولة العاشرة الحل برأيك بشكل سريع. يعني شو الحل حتى نخرج من هاي المسألة؟ الحل لازم يكون فيه هناك خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى من الإدارات للنهوض بالمستوى العام للدوري الفلسطيني. وأيضا يعني للتذكير فقط بأنه تصنيف دورينا. دوري المحترفين يحتل المركز الثلاثين على مستوى قارة أسر. نعم. وهذه يعني مشكلة. مؤشر يعني. مؤشر ما بلك. يعني مؤشر صعب بالنسبة لنا. أفروض أنه يكون بشكل أكبر. وعننا أنه يكون إحنا أفضل هيك. عنا أجهزة فنية كويسة أغلب الأندية وعلى صعيد يعني الدوري الفلسطيني. عنا لعبين مميزين. عنا إدارات تمتلك يعني إمكانيات مادية. أنقصنا التخطيط السليم ووضع الأهداف الآنية. الأهداف والأهداف المستقبلية. إن شاء الله. طيب. إذن مشاهدين الكرام دعونا الآن نتابع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ضحى المالكي حول مباريات الجولة العاشرة. نتابع. خسر شباب الخليل أمام شباب السموع لكنه لم يخسر الصدارة. هو العنوان الأبرز للجولة العاشرة من دور الوطنية موبايل المحترفين. الصدارة لم يتغير واقعها شيئا. لكن الخسارة قلصت الفارقة إلى ثلاث نقاط مع شباب الخضر. وفي تفاصيل اللقاء وضع صاحب المستويات الطيبة نادي السموع حدا لسلسلة انتصارات العميد. بواقع هدف يتين تكفل بإحرازه المخضر فادي لافي في الدقيقة الثالثة والستين. ليثي الجنوب رفع رصيده إلى ستة عشرة نقطة في المركز الثامن. بينما توقف رصيد شباب الخليل عند النقطة الثانية والعشرين. إلى ملعب الخضر البلدي رحل مركز الأمعري في محاولة منه لتصحيح المسار وتجنب خسارة جديدة. غير أن المضيفين كان لهم رأي آخر. هدف أول للخضر سجله لؤاب كيال في الدقيقة الرابعة والخمسين. أفضلية الخضر تواصلت لترجمها محمد مرعب إلى هدف ثاني في الدقيقة السادسة والستين. ليواصل الفريق الخضروي تجديد الخناقي على المتصدر بحساب قدره تسعة عشرة نقطة. أما الأمعري الذي دخل المنطقة المحضورة في الترتيب الحادي عشر بحوزته ثماني لقاط من فوزين وتعادلين وست هزائم. ثقافة الكرم استعاد نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة أمام الخضر في الجولة الماضية. فوز صعب وثمين حققه العناب الكرمي على هلال القدس قوامه هدف وحيد سجل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. الانتصار أبقى الثقافي في المركز الثالث بسبع عشرة نقطة في حين تراجع هلال العاصمة إلى الترتيب العاشر بثماني نقاط متساويا مع الأمعري وسلوان. قمة الجولة العاشرة جمعت شباب الظاهرية وشباب دورة وانتهت بتعثر دورة على أرضه بالتعادل بهدفين لمثلهما بعد محاولة الأخير تصحيح مساره. حيث أصبح بالمركز التاسع برصيد تسع نقاط. لقاء مثير جمع ترجي واد النيس مع أهل الخليل في محاولة لكليهما للخروج من المنطقة الدافئة والوصول إلى مراكز عليا. انتهى بفوز أبناء الواد بثلاثة أهداف لهدفين حقق اثنين منهما جهاد أبو حمد والأخير أمجد أبو حمد ليصبح رصيد نقاط الفريق إحدى عشرة نقطة. أما المارد الأحمر فأحرز هدفين الأول حققه محمود وادي وفي الشوط الثاني في الدقيقة السابعة والثمانين أحرز خلدون الحلمان هدفا ثانيا ليصبح رصيد الفريق النقطي عشر نقاط. سلوان حاول النهوض مجددا بعد خسارته أمام شباب الخليل في الجولة التاسعة لكنه اصطدم بفريق آخر قوي وهو مركز بلاطة مباراة كان سلوان بأمس الحاجة فيها لتحقيق الفوز لكنه فشل في ذلك وتعادل مع بلاطة دون أهداف ليحصل على نقطة وحيدة أبقته في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط أما الجدعان فحفظ على ترتيبه في المركز الخامس بستة عشرة نقطة شكرا ضحى إذن كابتن يعني بعد ثلاث انتصارات متتالية لشباب الخليل يتلقى خسارته الثانية الآن في بطولة الدوري خسارة مقنعة برأيك كانت أو غير متوقعة أو عفوا خسارة غير متوقعة أو نتيجة غير متوقعة بالنسبة لشباب الخليل أمام السموع والله كابتن هي متوقعة متوقعة وممكن يعني الزميل والكابتن خاضر عباد هو متوقع يعني الأمور هاي إنه بتصور إنه شباب الخليل في آخر ثلاث مباريات لم يكن الأداء مقنع مش مقنع مش مقنع هو أعتقد يعني حاسس أو شاعر مشوز من مباراة نهائك أصاب وعمار شاعر إنه فيه تراجع في مستوى اللاعبين فبالتالي هو كان بحاول قدر الإمكان إنه المرحلة هاي إنه يبحث على النقاط بشكل كبير بدون التطلع للأداء بشكل عام على أساس إنه يمكن حاله والانفراد بالصدارة لكن يعني فريق السموع كان فريق ند عنيد لشباب الخليل وقدم مباراة كبيرة وقدر إنه يخرج بالتطلع السموع في آخر خمس مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل يعني مسيرة جيدة لفريق السموع يعني اللي بيمتلك طبعا لعبين على مستوى عالي لعبي خبرة في بطول الدوري المحترفين نعم هناك مجموعة طيبة في فريق السموع وأيضا مناش نهضم حق الكابتن علي الحوام دي مدرب كتير رائع وإلى مستقبل في التدريب ربنا يوفقه ويوفق جميع الزمالي المدربين طيب الخضر في مباراة أخرى طبعا قلص في هذه الجولة وطبعا شدد الخناق نصح التعبير على شباب الخليل فاز على الأمعر الخضر أيضا من الفراق التي تقدم المستويات الطيبة والنتائج أيضا وستطع أن يقلص الفرق إلى ثلاث نقاط مع المتصدر نعم صحيح أنا يعني باعتقادي ما يمزق مميز للخضر اللي هو خط وسط وخط هجومه وهو خط الهجوم للخضر هو الأقوى حاليا في الدورة تسعة عشر هدف فبالتالي هذا يعني بدل الدليل واضح على أنه مستوى الخضر للهجوم في تصاعد أو في تصاعد عادة عن هيك يعني الفريق ندل جميع الفرق اللي وجهها صح بدأ بداية شوية متعثرة لكن استفاق مع الإدارة الفنية الجديدة سامير عيسى تغير الوضع كثير يعني الكابتن سامير عيسى بجزء له مبارايتين يعني ببناش نهدهم كمان حق المدربين السابقين أنه كان فيه نكب الطاهر وكان فيه راسب ردوان هو اللي جلب اللعيبة وكان موجودين فبالتالي كلها يعني إدارة مشتركة وأيضا جهود سامير عيسى يعني ما حد بنكرها مدرب كبير وخبرته كبيرة في الدورة الفلسطينية هذا العمل يعني بكون نتاج عمل مشترك يعني ما بتقدر تقدم مدرب على حساب مدرب لكل شارك حتى الإدارة يعني الإدارة رئيسي النادي بيعمل بحاول يوفر كل الإمكانيات للفريق بالتالي فريق رح يكون منافس على الدوري بشكل قوي تصور الخضر لكن دفاعيا الخضر يعني من مشكلة دفاعية بتصور أنه بين الدور والدور يعني الكابتن سامير عيسى رح يكون فيه هناك تعزيز بالخط الخلفي طيب الأمعري الآن كابتن يعني الأمعري الحالة المحيرة في بطولة الدوري صاحب أول لقب للمحترفين من عشر مباريات خسروا ست مباريات فازوا في تنتين وتعادلوا في تنتين ست مباريات في عشر مباريات يعني نتيجة كارثية على فريق بحجم الأمعري نعم أنا بعتقد يعني في أول تلت جولات الأمعري قدم يعني مباريات أداء ونتيجة كانت كثير إيجابية حتى ما بعد هيك يعني في المباريات اللي خسرها كان كثير هو يكون مسيطر على المباراة والأفضل بمباراة لكن بدون حسب النتيجة يعني نتيجة تطلع على أهداف الأمعري ست أهداف بعشر جولات هذه مشكلة يعني بالمنظومة الهجومية بشكل عام يعني مش العائق أو العيب راح يكون بس في المهاجمين الاتنين اللي هو إياد أو محمد نائل أو خليل بعريات في المنظومة الهجومية كاملة كان لعبين خط الوسط أو الأطراف أو المهاجمين هناك فيه تقصير يعني واضح وفيه تراجع في المستوى مفروض أنه يعني الفريق ما كانش سيء إلا في آخر جولات كان ممكن يطلقوا هدف في كل مباراة في آخر مباراة زاد اللي هو قدام الخضر هدفين وكان قدام شباب الخليل كمان هدفين وهذا زاد من صعوبة أنه الأمعري يعود للمباراة بشكل كبير الأمعري بحاجة لتصحيح أوضاعه ما بين الدور والدور بحاجة لتعاقدات أو أسماء جديدة يعني أكيد هذا مدلاء شبه خاوي أكيد أكيد لازم زي ما قلت لك في المنظومة الهجومية بشكل عام لازم يكون فيه هناك تحسن أما أداء الأمعري التكتيكي هو أداء كتير جميل ومميز وبوصله للقون بسهولة أكثر من مرة لكن حسسية التهديف أو إنهاء الكرة هي العامل المفقود حالياً عند مركز شباب العمالي ثقافة الكرم والعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى على حساب مين على حساب هلال القدس هلال القدس للكل فكر أنه رجع بعد انتصارين متتاليين لكن ثقافة الكرم أيضاً وضح حد من جديد مرة أخرى لتقدم نادي هلال القدس يعني صراحة أنا بجوز هي المباراة الوحيدة التي تبعت هذه الثقافة الكرم أمام هلال القدس وكان أداء يعني صراحة أداء الثقافة الكرم لم يكن مقنع وكان فيه سبب أنه فيه غياب أعتقد ثلاث لاعبين أساسيين في فريق ثقافة الكرم فكان خاصة الشوط التاني الهجمات الأخطر أغلبها لهلال القدس وهو كان الأقرب للفوز الثقافة استغل كرة ثابتة وحصل على ثلاث نقاط الثقافة خاصة على ملعبه بقدم مباراة كتير إيجابية أداءه فيه هناك استقرار العناصر الموجودة يعني عناصر كتير مميزة بتصور فقط نقاط كانت سهلة كتير أمام السموع أمام فرق كان متقدم فيها في نتيجة المباراة بالتالي الثقافة يعني وضعه حاليا في المركز الثالث في المركز الثالث جيد وممكن أنه يعني المرحلة الثانية أو الجولة الجاي أنه يتقدم بشكل أكبر مع أنه فيه له مباراة أمام اللي هو الظهرية مباراة من السهلة بس هي راح تكون في نعم في طول كريم طيب التذبذب المستوى هو على كل الفرق وبجوز أكتر شيء شفناه على شباب الظهرية شباب الظهرية اللي بيمتلك أيضا مجموعة من الأسماء يعني أيضا فيه تراجع وأداءه غير مقنع كمان يعني الظهرية من السنة هديك فيه هناك استقرار فني واستقرار طبعا على مستوى اللاعبين وبالتالي يعني الظهرية خاصة جمهوره كمان ما بيقبل بهاي النتائج أو بهذا التذبذب بالمستوى مطلوب أنه يصحح المصار ما بعرف أنه ممكن يكون فيه هناك بعض المشاكل المادية ممكن ترأت على نادي الظهرية خلال المرحلة هاي أدت على التأثير على المستوى مشفوقة طبعا ولكن هذا مش مبرر خاصة أنه فيه عنده هناك استحقاق آسيوي ومطالب الظهرية كبطل دوري سابق أنه يحفاظ على هيبته ومكانته ما بين الفرق المقدمة طيب لو تحدثنا عن واد النيس واد النيس حقق امتصار ثمين وصعب على فريق يعني قبل بداية الدوري الكل عمل حساب أنه أهل الخليل جاي نافس على لقب البطولة طبعا رح نتحدث عن تراجع أهل الخليل والمستوى التي يقدمها لكن واد النيس حقق المطلوب حقق ثلاث نقاط أما فريق قوي نعم هو الكل حاليا بسعى للمطلوب اللي هو الثلاث نقاط وهذا اللي هو بغيب المستوى هذا اللي غيب المستوى اللي حكينا عنه في بداية البرنامج أنه الكل بس ببحث عن التلاث نقاط واد النيس طبعا انطرد منه لاعب في بداية الشوت الأول وقدر حصل فوز من أهل الخليل وهذا كان مكسب كبير لواد النيس أنه يحصل على تلاث نقاط أمام أهل الخليل وهذا كان فوز مهم جدا جدا لواد النيس وكمان لمدربهم له عبد الفتاح عرار مشكور على جهوده يحسب إله يعني بعشر لاعبين خذر واد النيس أنه يتغلب على أهل الله الأهل فيه ضياع في ضياع مستمر الأهل بتصور احنا كل فرقنا اللي بأخذ بطولة بتراجع مباشرة اللي بأخذ بطولة أو بحصل على رقب بتراجع مباشرة مع أنه إذا بدك تيجي تقيم هناك استقرار إداري إمكانيات مادية عالية مستوى لاعبين ودكة بدلاء موجودة متوفرة لكن اللي بعاني منه اللي هو أهل الخليل عدم استقرار الفني عدم استقرار الفني وهذا ممكن يكون أحد الأسباب بالتأثير على نتائج طيب بشكل سريع كابتن سلوان يعني فرض التعادل على بلاطة سلوان يعني بحاجة لكل نقطة في البطولة هو طبعا حاليا يحتل الترتيب الأخير والله أنا بعتقد هذه النقطة خاصة هذه المباراة كانت مكسب كبير لسلوان النقطة لماذا؟ بسبب غياب مصطفى بوكويك للإصابة عرفات صباح محروم شاركوا بعض اللاعبين موليد تسعة وتسعين في المباراة التي تكملت العدد لأنه كان فيه نقص عندهم كبير وفيه ناس كمان محرومين وفيه ناس مصابين فبالتالي أنه يحصل من بلاطة فريق زي بلاطة نقطة أنا باعتقادي كان مكسب ويحسب هذا لأداء اللاعبين لأنهم لعبوا مباراة كثير رجلية أمام فريق مثل فريق بلاطة بالعموم إذن مشاهدين الكرام كل ما نتمنى نحن أن نشاهد الجولة المقبلة أو المرحلة المقبلة مرحلة الذهاب من بطولة تدورة المحترفين أن ترتقي للمستوى أعلى مما كان عليه أو كانت عليها مرحلة الذهاب طبعا تبقى جولة واحدة على مرحلة الذهاب سوف تلعب بابتداء من يوم الخميس إلى هنا مشاهدين الكرام طبعا أشكر ضيفي الكابتن أيمن صندوقا المدير الفني لمنتخب فلسطين الشاف شكرا جزيلا لك كابتن على المشاركة شكرا لك إذن مشاهدين الكرام دعونا الآن نتحول لمتابعة هذه المقابلة التي أجراها الزميل مصعب أبو سيف مع توكيو سيكسوي الرئيس لجنة المراقبة في الفيفا ولمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية نتابع ولا نعود إن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة الرقابة الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية والتي أقرت في كونغرس الفيفا الأخير اللقاء الأول للجنة كان في تل أبيب حيث أجرينا مناقشات حول عدد من القضايا وأعتقد أننا سنجري لقاءات أخرى بعد هذا اللقاء لأننا نتعامل مع مسائل هامة وحساسة في كرة القدم في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والهدف من هذه اللقاءات هو تزويد كونغرس الفيفا الذي سيعقد في شهر أيار القادم في المكسيك بالتقارير حول عمل اللجنة ولكن من الوقت الراهن وحتى شهر أيار فإن المحادثات ستبقى جارية في هذه اللجنة كرئيس لهذه اللجنة أود القول أنني غير سعيد عن التقدم الذي أحرز حتى الآن في هذه القضية لأن البرنامج الذي وضع أمامنا واضح جدا وهو لا يرتكز فقط حول حركة الأفراد الذين يجب أن يتمتعوا بالحرية في ذلك وهؤلاء الأفراد الذين أتحدث عنهم هم المسؤولون واللاعبون والجماهير بل أيضا حول حرية نقل الوسائل والمعادات الرياضية مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل الأمنية لكل طرف كما أن أصعب حالة نتعامل معها هنا في هذه القضية هي قضية الفراق الخمسة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي تلعب في الدور الإسرائيلي الفلسطينيون لديهم الحق في لعب كرة القدم بكل حرية كما الإسرائيليين وهذه هي النقطة الحاسمة إذ إن المسألة هي مسألة حق فنحن لا نتحدث عن الحرب الدائرة هنا منذ آلاف السنين فهناك العديد من المنظمات في المنطقة والعالم مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي مهمتها التعامل مع هذه القضايا فهذه ليست قضية لأن اهتمامي هو بالأطفال والفتيات الذين يريدون أن يلعبوا كرة القدم وحول الأندية والاتحادات واللاعبين المحترفين فهذه هي من أهم الأمور التي تهتم بها الفيفا أنا أود ذهب إلى غزة ومعاينة الوضع هناك لأن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية فنحن لا نتحدث فقط عن الضفة الغربية بل أيضا عن غزة لأنها جميعا فلسطين وأنا من جهتي سأرفع تقريرا إلى الفيفا حول رغبتي بزيارة غزة يوما ما وأتمنى أن يصبح دوري كرة القدم واحدا بين الضفة وغزة وأنا أقول لك بصراحة إن هناك من لا يود ذلك بسبب حالة التوتر والحرب القائمة هناك وهدفنا في نهاية المطاف هو أن يمارس اللاعبون كرة القدم بكل حرية وروح معنوية عالية لأن في هذا مصلقة اللعبة لأنها جميعا عن الضفة الغربية إذن مشاهدين الكرام كانت هذه مقابلة لرئيس لجنة مراقبة أو الرئيس لجنة مراقبة الانتهاكات الصهيونية بحق الرياضة الفلسطينية وطبعا هذه اللجنة هي التي فرزتها الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم لمتابعة هذه القضية الشائقة ملف جديد مشاهدين الكرام نفتحه الآن هو أندية محصنة من الفساد هي حملة جديدة طبعا أطلقتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني بالتعاون مع المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية الفلسطينية للحديث حول هذا الموضوع بشكل موسع أكثر يسعدني أن أصطلق معي هنا في الستوديو الدكتور حمدي الخواجة مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد وأيضا عبد الرحمن كراجة مدير عام أو من إدارة الأندية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة أهلا وسهلا بكم حياكم طيب يعني لو بدأت معك دكتور حمدي يعني لو تشرح لنا أكثر عن هذه الاتفاقية أو هذه الشراكة التي تمت ما بين هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الرياضية بين هلالين أشكرك أخي محمد يعني كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المولد النبوي وعيد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وتمنى أن يصادف العام القادم وقد تحررت الأراضي الفلسطينية من جراثم الاحتلال الإسرائيلي هذه المبادرة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد كجهة مختصة في وضع السياسات أو اقتراح السياسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد واشترك في هذه الاستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأيضاً اللجنة الأولمبية للوصول بالأندية من التحصين المناسب من الوقوع في الفساد نحن نتحدث عن تدابير وقائية في داخل الأندية الرياضية على ضوء إحدى الدراسات التي تقدمت بها تقدم بها مجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى هيئة مكافحة الفساد والتي خرجت بمجموعة من التوصيات نحو تعزيز الحوكمة في داخل الأندية الرياضية تحديداً وخصوصاً تلك الأندية التي لم تصوب أوضاحة القانونية حتى الآن من خلال إجراء الانتخابات الدورية وتحصين نفسها من الجوانب الإدارية والمالية من خلال وضع الأسس المالية والإدارية المناسبة لإدارة هذه الأندية من ناحيتين الإدارية والمالية وبالتالي كان وجوب علينا تدخل لتحصينها أكثر من الوقوع في شرك الفساد لأنه قد يكون هناك الكثير من المؤسسات التي لا تعي بهمية أي تصرف تقوم به قد يودي بها في النهاية المطاف إلى محكمة جرائم الفساد وبالتالي سنقل هذه الأندية من الوقوع في الفساد من خلال هذا البرنامج ما هي المرحلة التي وصلت لها حاليا؟ يعني قطعنا شرط كبير جدا من بداية العام تم التوقيع الاتفاقية المشتركة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتمكننا من تدريب مجموعة من الفرسان مجموعة من المبادرين مجموعة من الشباب الذين يعملون لا هم يعملون أصلاً في المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الذين بدورهم قاموا بالتشبيك مع مجموعة من موظفي والعاملين والقائمين على الأندية الرياضية في شتى ربوع الوطن والذين بدورهم قاموا بوضع مؤشرات ودراسة هذه المؤشرات من ضمنها التي تعز الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة كل مجموعة من هذه المؤشرات هناك مجموعة من المؤشرات الفرعية التي ستتابع عليها هذه الطواقم ومن ثم سيقومون بنقل النادي الرياضي من مرحلة معينة إلى مرحلة أخرى في الجوانب التي تحدثنا عنها الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة بالجوانب المختلفة سواء كانت بالجوانب الإدارية والجوانب المالية أو بتصويب الوضع القانوني للأندية هناك كم كبير جدا للأندية التي بحاجة إلى العمل الشاق فيها نعم يعني أستاذ عبد الرحمن هناك دور كبير يقع على عاطق المؤسسات الرياضية والشبابية في مكافحة الفساد نعم صحيح جهة الاختصاص المنجسي العالي للشباب والرياضة والإدارة العامة للأندية التعكف على خطة محددة بموجب توجيهات سيادة لواجي بنرجوب خاصة في الأشهر الأولى للعام 2016 التي أعلن عنها قبل أيام قليلة في مقر الأحمر وبذلك يقتضي الأمر تصويب أوضاع معظم أو كافة الهيئات الإدارية الغير مصوبة لأوضاعها هذا الشيء في غاية الأهمية بالنسبة للمجلس الأعلى ودارة الأندية تحديدا ونأخذ على محمل الجد ونعتبر يتقاطع تماما مع المشروع ذات الصلة بهيئة مكافحة الفساد واللجل الأولمبية والمالية الإدارية التي يهدف بالدرجة الأساسية إلى تمكين المؤسسات على المستوى الإداري والقانوني والمالي والفني لكي نستطيع صناعة رياضة فلسطينية في الوقت الحالي والزمن المنظور هذا الشيء مهم جدا ومن هنا تنبع أهمية المشروع قد نتدخل في مشاريع كثيرة وقد نتدخل مع شركاء كثر في موضوع البنية التحتية مثلا أو التدريب والتأهيل كالمنظمات الدولية على سبيل المثال لكن لأول مرة يكون هناك ميزة لهذا المشروع ذات القيمة العالية مع حملة الأمانة الوطنية هيئة مكافحة الفساد وكل الشكر والتقدير بطبيعة الحال لسيادة اللواء جبرين الجوب والسيد رفيق النتشة على هذا الاهتمام البالغ في هذا الموضوع بالذات في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر على الحركة الرياضية الفلسطينية والشبابية الفلسطينية طيب أستاذ عبد الرحمن أن لو تحدثنا عن الإشكالات التي تقع فيها الأندية والعقبات التي تواجهها هذه الأندية وما هي الأمور التي أنتم في المجلس الأعلى يجب أن تتخلصوا أو تدعو الأندية لكي تتخلص منها بالفعل نعم صحيح هذه قضية بطبيعة الحال تعيشها الأندية منذ فترة حاليا الهدف الأساسي في مأسسة المؤسسات هو رفع مستوى الوعي القانوني داخل الهيئة الإدارية ودور الهيئة العامة وتوسيعها ميدانيا في كافة أماكن تواجدها عبر محافظة الوطن لأن تشكيل المؤسسات أو بنية تأسيس المؤسسات بهذه البنية ذات البعد القانوني الواضح تساهم في تنمية وإدماج كم هائل من الشباب الفلسطين المستهدف من سياسات المجلس الأعلى الشباب والرياضة ومن مشاطات الأندية ذات الصلة إن كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو كشفية وخاصة فيما تعلق بعنصر الشباب من عمر 15 سنة إلى 29 سنة بالتحديد نستهدف هذه الفئة نأمل في المستقبل القريب أن يتم هناك تحقيق نقلة نوعية ترتقي بمستوى المسؤولية في هذا وهذا يتطلب مننا جهد مكثف بشكل عملي من دوائرنا ومن فروعنا الخطوة التي قمنا بها خاصة في الأيام الأخيرة قمنا بزيارات ميدانية من إطار هذا المشروع على سبيل المثال اليوم على سبيل المثال كنا موجودين في فرع الجنوب بالشراكة مع مكافحة الفساد لزيارة المنشطين في أمكن التواجدهم لحثهم على متابعة وتقييم هذه المؤسسات والخروج بنتائج حقيقية للمرحلة المقبلة طيب ما قبل هذه الاتفاقية كيف تقيم وضع الأندية؟ كانت خالية من الفساد أو في فساد؟ أو كيف تقيم الوضع كان؟ هو ما يحصل في الأندية تماما أنا شخصيا أعتقد لغويا ومن ناحية القانونية ينطبق عليه ما يسمى بساءة الاعتمان كلمة فساد تحديدا نادر جدا أن تجدها في الأندية بالمعنى القانوني الشامل المطروح وفي قانون مكافحة الفساد ما هو موجود لدينا هي ساءة اعتمان بمعنى غالب الأحيان نعاني من فوضى إدارية ومالية وقانونية أحيانا سوء تعامل سوء تعامل نعم صحيب على هذا الأساس نسميها إساءة اعتمان فساد كلمة كبيرة نعم قد تكون كلمة كبيرة لكن بنفسها هي الموضوع متروك طبعا للدكتور لكن أنا في تقديري الفوضى المالية والإدارية الموجودة في أندياتنا ومؤساتنا الشبابية هي بالدرجة الأساسية المستهدفة في عملية الإصلاح والتنمية وهذا هو يجبنا في المرحلة المقبلة في حل هذا المدوق دكتور حمد أهمية دخول هيئة الفساد في الميدان الرياضي إلى الميدان الرياضي نعم هي المؤسسات الرياضية منتشرة في المجتمعات المحلية الفلسطينية وتكاد تكون هي المؤسسة الثانية في هذه المجتمعات بعد البلديات أو المجالس القروية وبالتالي هي هي المؤسسات التي من المحتمل أو من المؤكد أو من الضروري أو من اللازم أن تقود عجلة التنمية في هذه المناطق التي تقع فيها هذه المؤسسات الرياضية فإذا تغيبت هذه المؤسسات الرياضية عن الواقع التنموي ستخلو التنمية الفلسطينية من المحتوى المحلي ستقع عليهم من فوق المضامين التنموية وبالتالي يجب أن تكون المؤسسات الوطنية المحلية نشيطة من أجل تعزيز التنمية المحلية لأن التنمية المحلية هي من يقود التنمية وعجل التنمية الوطنية هذا كفلسفة اقتصادية وتنموية من الناحية الثانية والقانونية تعتبر الأندية الرياضية هي جزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد إجراء الإصلاحات اللازمة فيها وبالتالي محاسبة من تقول له نفسه في داخل هذه المؤسسات من خلال وقوعه بشرك الفساد وبالتالي المؤسسات الرياضية مثلها مثل أي مؤسسات مجتمع مدني أخرى هي ضمن المؤسسات التي ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد وبالتالي وبما أن هذه المؤسسات الرياضية هناك مال و هناك إدارة و هناك اعتمان و هناك إمكانية الوقوع في سوء اعتمان يعني أن سرقة المال أو الحصول على المال بطريقة غير شرعية وهذا ما يعنيه سوء الائتمان وهناك إمكانية الوقوع في سوء إدارة وبالتالي يجب أن نحصن يجب أن نوعي نقوم بتحسين وتصويب وضع هذه الأندية الرياضية لأنه هذه مضمون التدابير الوقائية ما نريد أن نقي هذه الأندية من وقوع في الفساد هي أهم أهم سبب وراء وجود هيئة مكافحة الفساد دكتور الحمدي على الأرض كيف سيتم العمل؟ كيف تشتغلوا على الأرض؟ على الأرض هناك خطة العمل هنا تم إعداد دليل من خلال خبراء مطنيين لم نستعين بأي خبير أجنبي وهذا بإعاز من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد سيد رفيق النتشة أن لا يكون هناك أي خبير أجنبي بيننا وبالتالي تم الاستعانة بديوان الرقابة المالية الرياضية ومجلس الأعلى للشباب والرياضة وما تيسر وكاذر هيئة مكافحة الفساد وما تيسر من دراسات خرجنا بتصور بألية عمل للضغط باتجاه أو نحو تصويب الوضع القانوني وتوعية الأندية داخل الأندية كيف تتم المتابعة؟ هناك فريق في الميدان يقوم بزيارات ميدانية إلى الأندية الرياضية يحدد أين يقع كل نادي ضمن تقريباً 48 مؤشر 48 وبجوز اليوم زدناهم كمان تنين لساتنا بنجدد ونزيد ونقيم ونحط يعني 50 مؤشر تتم دراستهم من قبل هدول المنشطين 30 منشط يقومون بإرسال التقارير لنا ثم نوجههم نحو تصويب الأوضاع القانونية للأندية وبالتالي هكذا نكون قد حققنا النتيجة المرجوة من هذا المشروع نعم سؤال الأخير لك أستاذ كراجو بشكل سريع لو سمحت بالتزامن مع اليوم العالم لمكافحة الفسد كان هناك عدة فعاليات الرياضية هل الأمر اكتصر فقط من ناحية المجلس الأعلى طبعاً؟ هل الأمر اكتصر فقط على الفعاليات الرياضية وأنه كان هناك أنشطة أخرى؟ هو كما تفضل الدكتور أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من النشاطات ضمن برنامج بتتالي زمني معين جزء منه ثلاث بطولات رياضية أحدها بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عقد في مدرسة أو قيم في مدرسة في نابلوس بطولة قرة السلة في سرية رامالله جمعت بين أربع أندية ست فرق رياضية لكرة القدم بطولة ودية كانت في مجد أسعد نشاطات ودية ساهمت بشكل أو بآخر في تنشيط تلك الأندية لكن كما ذكرت الدكتور أهم شيء في هذا الموضوع والعمود الفقري إلو إعداد دليل يستخدم المرشدين المدربين العددهم 30 من شبابنا وصبايانا في المرحلة الأولى وتم تدريب أيضاً اثنين من كل نادي في مواقعهم الجغرافية ليقوموا بالمتابعة والتقييم الميداني ونحن بذلك نتابع تلك البيانات الإدارية للتدقيق عليها في المرحلة المكملة يعني بكل تأكيد نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهمة الصعبة بكل تأكيد لن تكون مهمة سهلة نتمنى لكم كل التوفيق أشكركم جزيلاً على الحضور معنا والمشاركة في هذه الحلقة طبعاً أشكر الدكتور حمدي الخواجة مدير عام التقديد في هيئة مكافحة الفساد وأيضاً أشكر الأستاذ عبد الرحمن قراجة من إدارة الأندية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكذلك الحال مشاهدين الكرام أشكر موصل لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء في موعد آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة